جددت مصر تحذيرها من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بنزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها وذكرت الخارجية في بيانا أن مصر ستواصل جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد الخطير وتطلب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان كما أكدت الخارجية أن مصر تؤيد جميع المبادرات وترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة وشددت على أن مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطا بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلاة